انفراجة باتجاه الحل أم مجرد وعود ستذهب كسابقاتها؟ استفهام يرافق زيارة وزير الداخلية أحمد الميسري للسعودية وهي الزيارة التي أتت بعد تطورات مرتبطة بإعلان الإمارات بدء سحب قواتها من المناطق الجنوبية بالنسبة للحكومة فإن نتائج الزيارة طيبة وأثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية وفق الميسري الذي أكد على أن الأيام القادمة ستشهد استقراراً أمنياً في طريق تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة لم يوضح المسؤول الحكومي طبيعة اللقاء اليمني مع الجانب السعودي ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية أي تفاصيل عن كيفية تطبيع السلطة الشرعية للحياة في المناطق المحررة ما جعل البعض يشكك في جدية وعود الرياض وحتى في مدى قدرة الحكومة على السعادة دورها السياسي والأمني وطيرة الحياة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية في عدن ومناطق أخرى تشير إلى أن التشكيلات العسكرية التابعة للإمارات لا تزال بيدها مفاصل القرار الإداري والأمني رغم حديث أبو ظبي عن انسحاب قواتها فضلا عن أنها دربت الشهر الجاري شبابا من سقطرة لصالح حزامها الأمني تبقى نتائج لقاء وزير الداخلية بالجانب السعودي مرهونة لقادم الأيام التي ستقرر هل هناك مرحلة جديدة من العلاقة بين الرياض وعدن؟ أم أن الأمور ستظل كما هي دائرة في حلقة مفرغة؟ مفرغة